بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل صلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين واجعل ما علمتنا وما تعلمنا حجة لنا ولا تجعله حجة علينا وأنت أكرم الأكرمين إذن انتهى اللقاء الثالث بين سيدنا يوسف وإخوته بأنه كشف لهم حقيقة أمره وبين لهم أن الله أعزه لأنه لزم التقوى والصبر من يتق الله يجعل له مخرجا مخرجا يعني ربما يقع في ضيق لكن الله سرعان ما يجعل له مخرجا إذن التقي لا نقول أنه لا يقع في ضيق أبدا حاشا الضيق يقع به التقي والشقي لكن التقي له معون من الله يوجد له مخرجا والشقي يوكله ربه إلى نفسه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى هذا أيضا في سورة الطلاق لذلك أرشدهم يوسف أنه لازم التقوى والصبر التي لم تلازموها أنتم وأن الله جعله من المحسنين ولم يضيع أجر صبره واعترفوا وطلبوا العفو والمغفر من يوسف فعفى عنهم وسأل الله لهم أن يغفر لهم ثم قال لهم اذهبوا بقميصي هذا خلع قميصه الداخل الذي يلي جسده والذي تكون فيه رائحة الإنسان أشد من الثوب الخارجي اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا كلمة بصيرا أن يرتد إليه كامل بصره وكأنه لم تبيض عينيه ولم يحدث معه حزن وغضب ولم يطل حزنه حتى يؤثر على عينيه فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين اتركوا تلك البلاد اتركوا فلسطين اتركوا بلاد الشام وتعالوا إلى مصر لقد أصبح لنا فيها دولة قال ولما فصلت العير فصلت العير أي انفصلت ابتعدت فصلت عن ماذا قال لما فصلت من أرض مصر ودخلت في أرض سيناء يعني لا زال بينها وبين مكان يعقوب شبه جزيرة سيناء كاملة قال ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف أشم رائحة ولدي الله أكبر يقول هذا لمن عنده من البنات لأنه ليس عنده أي ذكر كلهم في القافلة التي فصلت ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون الفند هو الخرف خايف تقول عني خرفان لكن أنا أقول لكم أنا أشم رائحة يوسف تقترب مني الله أكبر يا أخي شوها الحب من شدة حبه شم رائحة يوسف أم أن الله أعلمه فجعلها بهذه الصيغة إني لأجد ريح يوسف قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فعلا فندوه والله أنت لستعتك بآمالك وأحلامك التي لن تتحقق لذلك سموها ضلال وكل ما تمناه الإنسان فلم يصل إليه هذا ضلال قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم لكن هذه كلمة غير مناسبة سقيلة جدا في حق نبيا كريم هو يعقوب عليه السلام ومع ذلك أكثر ما يتجرع على الإنسان مهما كانت مكانته عالية ومنزلته رفيعة أهله أزهد الناس في العالم أهله وجيرانه وأكثر الناس تكذيبا لأي نبيين قومه وقديما قالوا مزمار الحي لا يطرب فإذا خرج إلى حيا آخر طريبوا له سبحان الله فانظر إلى هذه الكلمة القاسية بدل أن يقول له نرجو من الله أن يكون ما ظننته حقا نرجو من الله أن يجمعك بيوسف نرجو من الله أن تكون أنت الصادق في ظنك لسنا نحن هذه الكلمة قال وهذه الكلمة قال وربنا أرشدنا أن نقول القول الأحسن والطيب وهدوا إلى الطيب من القول وقال قولوا للناس حسنى هم لم يقولوا لأبيهم حسنى ولم يقولوا الأحسن لا الأحسن ولا حسنى بدل أن يدعو الله إن شاء الله يحدث ما تريد قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم أهكذا يعمل الأب وخاصة إن كان هذا الأب نبي وخاصة إذا كان هذا الأب نبي ومكلوم موجوع حزين على فقد أولاده أهكذا يخاطب لهذلك هذه الكلمة شديدة جدا لكن ماذا نفعل دائما الأهل يتجرؤون على العظيم الذي هو من أبنائهم سواء كان مسؤول ولا كان نبي ولا عالم ما لا يتجرع عليه الآخرون لكن الله لم يخيب ظنه فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا شم رائحة المحبوب فذال القذم الذي في داخله وذال بيضاد العيني وارتد بصيرا وارتد فرحا مستبشرا مسرورا لما قال لك فارتدت بصيرا وبيضت عيناه من الحزن بسبب الحزن والغضاب لما قال لك ارتد بصيرا يعني زال الحزن زالت النتيجة وزال السبب فارتد بصيرا وعاد فرحا مستبشرا مسرورا وتحققت ثقته بربه وما علمه إياه أعلم من الله ما لا تعلمون قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون أنا أعلم يقينا كنت أن يوسف سيعود وسألتقي به وعلى أحسن حال وستتحقق رؤياه ونسجد جميعا له شوف الآن حال يعقوب وفرق حاله بين كلمة واحدة قالها بالأمس القريب وقالها اليوم هناك قالها في أي حالة قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بسي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون كيف كانت حالته هناك كظيم بيضت عينه من الحزن تولى عنهم وبقي وحيدا في غرفته لا يخرج إلا ما ندار لكن الآن كيف قالها الآن جاء البشير فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين لاحظوا الآن إخوة يوسف هنّ اللي يجو مع البشرة لأن يوسف قال لهم ارجعوا إلى أبيكم طيب يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين أمام يوسف قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين لكن ما طلبوا منه أن يستغفر لهم الآن الأب عندهم اعتقاد أنه نبي وأنهم أساءوا إليه كثيرا قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا والله نحن فرطنا بيوسف ذنوبنا مو ذنبنا فرطنا بيوسف ألقيناه في الجب وكذبنا عليك وجاءوا على قميصه بدمين كذب وحسدنا قبل ذلك يوسف وما كان لنا أن نحسده ونحرمك إياه لذلك ما ذنب ذنوب وكل ذنب منها كبيرا عظيم يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين هذا التوكيد مرتين يدل على فعلا أنهم ندموا وتابوا قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم الله أكبر الآن بدنا نميز بين ردة فعل يعقوب وبين ردة فعل يوسف يوسف فورا قال لهم لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم يعقوب مرضي استغفر لهم فورا قال سوف أستغفر لكم ربي وجاء في روايات التفسير أنه أمهلهم إلى السحر فصل ركعتين قبل الفجر واستغفر لهم هلأ هون بعض العلماء يحل لهم أن يقارنوا بين نفسية الشباب وبين نفسية الشيوخ الكبار الشباب أرقوا قلوبا وأفئدة بعفوا بغفروا ضغره مقارنة بين يوسف ويعقوب فورا لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله نكم مع أنهم ما طلبوا منه أن يستغفر لهم بينما أبوهم طلبوا منه يا أبانا استغفر لنا ظنوبنا إننا كنا خاطئين ما قال يغفر الله لكم قال سوف وسوف للتأجيل للمستقبل سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم صحيح كلا الحالتين انتهت بالاستغفار لكن الشاب غفر فورا لذلك قال صلى الله عليه وسلم نصرت بالشباب وفي رواية بعض السلف عليكم بالشباب فإنهم أرقوا أفئدة الشيخ تعود على عادة من خمسين سنة صعب يغير أما الشاب لسه ما يعني اكتمل بنائه ممكن يغير أسرع لذلك الدعوة في أوساط الشباب لا الخير ولا الشر تجد قبول أكثر من الدعوة في أوساط الكبار الكبار يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مهتدون أو مقتدون يا أخي نحن ما نغير زي ما عشنا هنبقى نكمل لكن الشباب عندهم قدرة على التغيير أقدر على التغيير لأنه ما ترسخت فيهم المفاهيم والقيم سواء كانت حق أو باطل كما ترسخت فيه كبار السن هذه قضية ملفتة للنظر في هذه الثورة ردة فعل يوسف وردة فعل يعقوب طبعا نحن نعلم أن يعقوب له كل الحق لأن الذي فعلوه بأبيهم عقوق الذي فعلوه بأخيهم قطيعة رحم والعقوق أشد وأكبر من قطع الرحم لأنه أعظم رحم هو الذي بينك وبين أمك وأبيك لذلك الله أعطاه اسم مقطعة رحم لعظمه وخطورته أعطاه اسم البر أو العقوق بينما سوى الوالدين أعطاه اسم الرحم صلة أو قطيعة أما هنا خصه باسم منفرد بر وعقوق لذلك ذنبهم إلى يعقوب أكبر وبالتالي سيدنا يعقوب قال سوف أستغفر لكم ربي فكيف عاشوا هذه الساعات قبل أن يستغفر لهم عاشوا بتأنيب ضمير بزيادة بكاء وتضرع إلى الله أن يلين عليهم قلب أبيهم انتهى المقطع هنا وانتقلنا إلى صورة أخرى فلما دخلوا على يوسف يعني موضوع أنه تجهزوا وأخذوا كل أملاك وتركوا أرض فلسطين وذهبوا إلى مصر هذه لم يذكرها القرآن فوراً ذكر المقطع الذي يليه فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه فوراً جعل مكان أبوه أمه قريب منه آوى مثل ما آوى إليه أخاه وبقي الإخوة أمامه آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين الآن فلما دخلوا على يوسف لما دخلوا على يوسف يوسف وين يوسف في مصر في قصر الملك طيب لماذا قال فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر مهن دخلين مصر كيف دخلوا مصر قال هناك فرق كبير بين دخلوا مصر الآن عبورا الآن قال لهم ادخلوا مصر أي استوطنوا فيها مقيمين فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وأمر طبيعي أن يستقبل الرجل أبواه أفضل مما يستقبل به إخوته هؤلاء إخوة أما هذا أب وهذه أم وسبق أن أشرنا إلى أن والدة يوسف كانت قد ماتت والحديث هنا عن خالته أخت أمه وزوجة أبيه بعدما ماتت أمه فلما دخلوا على يوسف أي دخول عدم استقرار آوى إليه أبويه وقال دخلوا الآن مصر إن شاء الله آمنين أعطاهم الأزون اللازمة للاستيطان في مصر ورفع أبويه على العرش أي جعل والديه على العرش معه وخروا له سجدا الآن جاء الوقت المناسب للحديث على موضوع خروا له سجدا لأن العلماء قالوا بأن سجود التحية والتقدير وليس سجود العبادة كان مشروعا في كل الشرائع التي قبلنا من عهد آدم عليه السلام إلى شريعة الإسلام فحرم السجود لغير الله مطلقا سواء سجود عبادة أو سجود تعظيم وتقدير واحترام إذن هذا كان جائز في شرعهم وخروا له سجدا ولكنه في شرعنا لا يجوز روي عن سلمان الفارسي أنه في بداية إسلامه سجد لرسول الله وقال يا رسول الله هكذا كنا نصنع بالدهاقيننا وعظمائنا في فارس قال أما في الإسلام فلا يسجد إلا لله تهى الموضوع ويروى أيضا أن معاذ بن جبل خرج إلى الشام ثم عاد فسجد لرسول الله قال يا رسول الله وجدتهم يسجدون لبطارقتهم وأهل دينهم يعني علماء الدين أنت أحق أن نسجد لك قال لا ينبغي السجود إلا لله لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو حرف امتناع لامتناع يعني لو أمرت لأمرت بالسجود لكني لم أسمح بالسجود لأحد لذلك لا تسجد المرأة لزوجها إذن وخروا له سجدة أي سجود تحية واحترام وكان هذا مباح في شرعهم وحتى لو أننا قلنا أن السجود هنا بمعنى الركوع ويأتي الركوع في اللغة العربية بمعنى السجود ويأتي السجود بمعنى الركوع نتذكر سورة صاد قال الله تعالى عن سيدنا أداود وخر راكعا وأناب وراكعا هنا بمعنى ساجدا لذلك في سجدة عند كثير من العلماء هناك إذن ممكن أن يكون الركوع يأتي بدل السجود والسجود بدل الركوع وهذا وارد في اللغة العربية وورد في القرآن وخر راكعا واستغفر ربه وأناب وهنا على قول من قال خروا له سجدة يعني انحنوا انحناء احترام المعروف عند كل الأمم كانت مسموحة في شرعهم أصبحت غير مسموحة في شرعنا لا الانحناء بمعنى الركوع يجوز في شرعنا إلا لله ولا السجود بمعنى السجود يجوز إلا لله وخروا له سجدة وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا أنت عبرت لي هذه الرؤيا كما حدست الآن لكن الآن جاء وقت وقوعها على أرض الواقع لذلك سماها تأويل تأويل بمعنى وقوع هنا أما التأويل والتعبير هناك بمعنى التفسير النظري هنا الوقوع العملي هذا تأويل الرؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا قالوا هاي من قبل مدة أربعين سنة ولذلك أخذ العلماء منها قاعدة وهي قاعدة أغلبية أن الرؤيا ما لم تتحقق إلى أربعين سنة فلن تتحقق يعني أقصى مدة تتحقق فيها المنامات الرؤى أدي أربعين أربعين سنة وطبعا نحن نعرم أن رؤيا الأنبياء حق وسيدنا يوسف لما كان صغيرا ومقدرا له أن يكون نبيا فهي رؤيا حق لذلك سيدنا إبراهيم في سورة الصفات فلما بلغوا معه السعية قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ها ما ألو فعل ما رأيت قال فعل ما تؤمر لأن إسماعيل نبي ويعلم أن منامات الأنبياء بمثابة أمر فلما رأى أنه زبح ابنه أو يزبح ابنه هذه بمثابة أمر من الله أن يا إبراهيم اذبح ولدك لذلك إسماعيل قال له يا أبا تفعل ما تؤمر لما قال له نفذ ما رأيت فمنامات الأنبياء حق لأن الشيطان لا يتسلط على الأنبياء لا بيقظى ولا بمنام ثم بدأ يوسف يلخص الموضوع قال وقد أحسن به الذي أحسن به هو من؟ هو الله وقد أحسن به إذ أخرجني من السجن يعدد يوسف هنا نعم الله عليه لقد أحسن الله إلي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو كانوا يعيشون عيشت بدو رحل من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي شوف كرم أخلاء سيدنا يوسف ما قال من بعد ما كادني إخوتي وألقوني في البئر جعل نفسه بنفس مقام إخوته قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي لكن أنت شو عمل فيك شيطان مع أخوتك ما عمل فيك شيء كل اللي عملوه إن أخوتك لكن مع ذلك تواضعا حتى لا يؤلم إخوته ويكرر عليهم العتاب قال له لا تسريب عليكم اليوم قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي جعل نفسه على قدم ثواء مع إخوته إن ربي لطيف لما يشاء اللطيف هو صاحب التدبير الخفي الذي لا يشعر به أحد وفعلا ربنا تدبر تدبير خفي حتى وصل يوسف من قعر البئر إلى قمة السلطة فيه مصر إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ثم ختم هذا التلخيص بدعاء رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين وأيضا هذا الدعاء من يوسف عليه السلام فيه الكثير من التواضع قال ربي قد آتيتني من الملك ومن هنا للتبعيد مع أن الله آتاه الملك تقريبا كله الأمر إليه لكنه ليس بملك هو عزيز قال ربي آتيتني قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث وأيضا دخلت من التبعيد للدلال على تواضع يوسف وهضم نفسه ما قال وجعلتني أعلم تأويل الأحاديث كلها قال وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض وهذه فاطرة نصبت على النداء المضمر أي يا فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة والولي هو المحب الناصر أنت تحبني أنت تنصرني في الدنيا والآخرة يعني كأن يوسف يقول يا رب حققت لي كل أمنياتي جمعتني بأمي وأبي أصلحت ما بيني وبين إخوتي أظهرت براءتي جعلتني على خزائن الأرض لم يعد لي طلب أطلبه إلا توفني مسلما وألحقني بالصالحين يا رب لا تجعل ما أنا فيه فتنة لي سبتني على كل خير أعطيتني إياه حتى ألقاك مسلما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون طيب كيف يستطيع المرء أن يموت وهو مسلم يستطيع أن يموت وهو ينسلم إذا ثبت على الإيمان في حياته لأنه يموت المرء على ما عاش عليه فهنا يوسف كأنه يقول يا رب لم يبق لي أي طلب في الدنيا حققت لي كل شيء توفني مسلما يعني عندما تتوفاني توفني مسلما وألحقني بالصالحين آبائي يعقوب وإسحاق وإبراهيم وألحقني بالصالحين بقيت هذه الأمنية لدي هلأ بعض المفسرين فهموا توفني مسلما أي أنه طلب أن يتوفاه الله الآن والله هذا السياق لا يوحي بذلك ولكن إن كان قالوا كان طلب الموت مسموح في شريعة من قبلنا لكنه في شريعتنا لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه ولكن إن كان لابد فليقل أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني ما دام الموت راحة راحة لي لكن إذا خشي أن يفتن في دينه لعلامات رآها يجوز أن يتمنى الموت إذن لقضية من الدنيا لا تتمنى الموت لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله وكلما زاد عمره المؤمن كان أفضل له يستكسر من الحسنات لكن إذا خشي أن يفتن في دينه يجوز أن يتمنى الموت روي عن سيدنا عمر مخطاب رضي الله عنه في آخر حجة حجها أنه بعد موقف عرفات رفع يديه وقال يا رب نظر إلى الحجاج قال يا رب كبرت سني كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي اللهم اقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط يا رب هذول كلهم أنا بدي أنسئل عنهم يوم القيامة ولا كثير يا ربي ولا تعبدت أنا فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط فما مر أيام معدودة حتى طعن وهو يصلي صلاة الفجر في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك قالوا لا تتمنى الموت لسبب مرض أو فقر أو حاجة طارئة في الدنيا هذه تتبدل أصبر لكن إذا خشيت أن يذهب دينك وتفقد آخرتك يا رب توفني الآن وأنا في حالة صالحة هذا لهذه نهاية ما يتعلق بسيدنا يوسف من هذه القصة التي ذكرها الله كاملة في سورة واحدة من أولها إلى آخرها ثم نرى في الحلقة القادمة كيف ختم الله هذه السورة بعبر وعظات وأوامر أمرها لنا أما القصة فقد انتهت وفي هذا القدر كفاية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين الفاتحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة